أكدت وزارة الصحة والسكان تقديم الخدمة الطبية لمليون واثنين وعشرين ألف مواطن بمستشفيات المؤسسة العلاجية والتي تضم تماني مستشفيات بمحافظة القهرة والإسكندرية وذلك في الفترة من الأول من يوليو 2020 حتى 31 من مايو 2021 وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدة الرسمية للوزارة خالد مجاهد أوضح أن تلك الخدمات شملت إجراء الفحوصات الطبية والعمليات الجراحية بمختلف التخصصات بالإضافة إلى تحاليل المعملية والأشعة مؤكدا أن جميع المستشفيات المؤسسة العلاجية مزودة بأحدث الأجهزة المستخدمة في التشخيص والعلاج